احتضنا مقر مجموعة دول الساحل الخمس صباح اليوم بالعاصمة توقيع بروتوكول اتفاق بين الأمانة العامة لمجموعة دول الخمس بالساحل واتحاد منظمات أرباب عمل المجموعة يهدف الاتفاق إلى التعاون وتعزيز الشركة بين الأمانة والاتحاد وتطويرها لتشمل كافة المجلات يهدف التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين اتحاد منظمات أرباب عمل مجموعة الدول الخمس بالساحل والأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس إلى إعداد خريطة طريق تحدد الميادين ذات الاهتمام المشترك بين المجموعة والمنظمات بغية تسهيل التعاون المثمر بينهما بروتوكول الاتفاق هذا يمثل اعترافا بأن نشاطات منظمتين تتضمن ميادين لاتهتمام مشترك قد يعود على شكل شراكة بالفائدة عليهما ويزيد من قدرة كل منهما على تأدية مموريته والقيام بدوره ووظائفه ويشكل بروتوكول الاتفاق هذا أيضا تجسيدا لإعلان اندماجنا بتاريخ 15 فبراير 2021 في نقطته 7 خصوصا التي تمنح القطاع الخاص دور العمل الأساسي لاستقرار والتنمية الأمير الدائم للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس السيد مامان صنبو سيديكو أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا الاتفاق سيسهل العمل بين المجموعة ومنظمات أرباب العمل لمجموعة دول الساحل الخمس مما سيساهم في الرفع من نشاطاتهم الموجهة لصالح الأقاليم وسكان دول الأعضاء ويشمل بروتوكول الاتفاق عدة مجالات حيوية من بينها النقل والبنى التحتية والطاقة والزراعة والصيد والبيئة والمناجم والصناعات والخدمات والموارد البشرية والتكوين وكذلك المجالات القانونية والتنظيمية التي تخص الدول الأعضاء بمجموعة الساحل الخمس